اشتركوا في القناة 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 الابنات هنا سميت 500 لامة سميت خاص ل lif heard hike م women 30 g سميت هناrier يكملوا الوصفة هنا السميدة للبنات لا تدخلوا وقالوا لديهم وقالوا سميد تعقل باللوز يعطيه لكم كما قلت لكم السكر 370 قرام عندي الماء هنا البنات أنا وزنته 170 قرام أو 170 ملي يعني القرام والملي كيف كيف قسمت الماء هذا على زوج نص دير توفيكاس ونص دير توفيكاس يعني المجموع الإجمالي 170 ملي هنا عندنا اللوزة على البنات 75 قرام تقدري تديري كوكاو عندي هنا فنجال سمن وعندي نص كيس خميرة الحلوة عندي نص لترامة هذه بالنسبة للشربات وعندي السكر 250 قرام وعندي هنا على راس المغرف شب فقط وعندي عطر ماء الزهر اللي رح نستعمله منه ومنه يعني هنستعمله في العجينة وفي الشربات وأكيد عندي لوز اللي رح نرشق به اللي بنات هذه هي المقادير مضبوطة هذه وصفة أصلية بدون زيدة ولا نقصان تبع فقط الخطوات وأكيد أكيد ستنشحي فيها وبالنسبة للبلاطو اللي هنستعمل فيه الطون تاعه 30 سنتيمتر والعرض تاعه 24 سنتيمتر هذه هي مقادير من الوصفة للبلاطو وحكا باش تنشحي فيها وتخلينا دعوة الخير إن شاء الله هنا رح نسبق أول شيء أول حاجة تبدايها هي الشربات حبيبتي تحطي الماء وتحطي السكر قدلكم نص لطر ماء مع 250 جرام السكر على نار ما تكونش قاوية أو ما تكونش ناقصة أكيد حبيبتي هنا وش رح ندير بعد ما نحط لها رندي أو طرنشية تاع ليمون ونحركها شوية بارك ونخليها هنا بعد ما تغليها البنات هنا قبل ما تغليها رح نروح نبدأ نخلط السميد والسكر كما قلت لكم 500 جرام سميد و 370 جرام سكر نخلطها مع بعض هنا نجيب الماء قلت لكم نعاود قلت لكم المجموع الإجمالي تاع الماء هو 170 ميلي أو 170 جرام قسمت الماء هذاك على زوج الجزء الأول سوف نروحه في هذه المرحلة رأي حبيبتي سوف نروحه في المرحلة الأولى بعد ما نشمخه كما لا ترى وضعت فيه قليل عطر ماء الظهر إذا لا لديك قليل عطر ماء الظهر حاول تدمج شيء بين الماء الظهر الذي يتباع واجد والماء يجب المجموع الإجمالي يكون 170 ميلي أو 170 جرام كما ترى الماء لا أعجنت أطراف الأصابع بعد ما كملت سوف نغطيها ونخليها لمدة الثم نسوية ضروري أن هذه الثم نسوية لتربح الوقت أخدمها في الليل والصباح كملي المرحلة الثانية كما لا تقعدوا هنا سوف نضع أخبركم الثم نسوية نذهب للشربة تتعيبنات هنا بعد ما تغلي نحسب لها 6 دقائق بعد ما تغلي تهز الغليا نحسب لها 6 دقائق اللوح على راس المغرف شب ونخليها حوالي دقيقتين ونطفي عليها نفهم اسمعي مليح ونركزي مليح عزيزتي لكي نشحي فيها قلت لك لوحي الشب دقيقتين طفي عليها بعد ما تطفي عليها هنا كم تشوفوا طفيت عليها اللوح فيها عطر ماء الزهر لوح فيها عطر ماء الزهر وإذا ما عندكش عطر ماء الزهر لوحي حاببتي نصف فنجال ماء الزهر أو فنجال هنا نخليها لأنه ضروري أول حاجة نسبق بها لكي تقعد ترتاح هنا عزيزتي بعد ما فاته ثم نسواية ثم نسواية ثم نسواية هنا سأذهب نعاود كما ستشوف كي شغرة لا تتعجنش كي شغرة تتحلي في البربوشة مهم ما شابه بعد اللوح الفنجال لتعلى السمن واللوح النصف كيس خميرة الحلوة ثم نسواية و تبعي تبعي زيزتي الطريقة والمقادير ستنشحي فيها لا تتكسر لا تكسر هكا يعني لا يوجد خدمة فيها مراحل المراحل هذا لا يصبح النجاح التاح يعني لكي تكون تقول خدمة لازم حبيبتي لكي تحبي الوصفة كما تشريها من البرب تبعي برك خطوات من بعد سأذهب للحشوة كما قلت لكم 75 قرام لوز تقدير 40 قرام ثم سكر خلطتها مع بعضهم ولوحت حوالي ملعقة سمن ليشي بزاف ولوحت شوية ما لازم تكون معجنة يعني تقريبا اللوحة مغرفة عما برك من بعد أدهني البلاتو بالسمن نعاود لكم الطول و العرض هذا طول و 30 سم و العرض و 24 سم الروح السميد نقسمه على اثنين ندير الجزء الأول بهذه الطريقة و من بعد نجيب الحشوة نضعها في الواسط و حاولي لا يقص الجوانب لك لا يخرج لك الحشوة خاطر الله خرجتك الحشوة سيفزد لك المنظر و راحة المهم و بعد تحليها و تحليها تجيبي ملعقة كما بغيتي أو كوبات أو فوتي لكي تسوي السطح هذا يولي القلب اللوستعك مستوي يعني من بعد جيبي سكينة حاببتي و قسمي هذا القلب اللوستع قبل ما دخلي طيب به طبعا هاكا يعني الحجم كل واحد يتحكم فيه أنا ما نحب الحبة تكون كبيرة ما نحبها تكون صغيرة بزاف هاكا من بعد تكسمي قبل ما أحبتي كما قلت لك نعاود لك الحجم اللي تحبه و تكسميه يعني لازم تكسميه قبل ما دخليه للفور هنا الفورتاعك عزيزتي راه و ديجا مشعلته على درجة حرارة 200 حتى 250 درجة مئئوية لازم تسبقي بالفور تخليه شعل كما قلت لك في هذا الوقت نتراكي تخدمي الفورتاعك شعل من بعد نبدأ عزيزتي نرشق في هذا اللوز قلت لك تستعملي اللوز أو كاو 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 كي ما تحبي المهم يتخرج لكم نفس الذوق و نفس النتيجة الحشو يعني ليس حاجه مش رح يغير هذا الدرجة يعني لا يعود لنفس الذوق بعد ما ترشق كل الحبيبات باللوز نذهب هنا نحطها باش نحطها في الفورن تشعلي لها يعني حوالي نحطها 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 على نار كما قلت لك والتي لا يوجد درجة تضعها على نار لا تكون قوية لا تكون نقصة و تجعلها كي تشعليها تشعليها من فوق يعني قلب اللوز نعرف الإحمارة لا يكون محروق و لا يكون من بعد نجيب الشربات التي نوجدها قبل و باردة هنا لحي الشربات بشوية لا تلحيها كامل لكي لا تأتيك مع مرشبات إذا قلتها مخصوصة و بردة قلب اللوز يسخني الشربات و ضيفة إذا كانت محتاجة لا تلحيها ضروري أنك بعد ما تلحي الشربات تجعلها ترتاح حوالي 4 سوائع أنا خدمتها في النهار و خليتها ليلة كاملة و هي حتى الغدوة هذه لكي قدمتها شاهدوا البنات بعد ما قصيتها يعني صدقوني بكل مصداقية بكل آمانة نفس اللي ستشريها خدميها في دويرتك طبعا ماذا قدرتي فيها و ماذا قدرتي فيها وتخدمي كمية صغيرة خدم اللي تشريها و يعني ما نجح نقذب على بعضنا صوتك يعد رمضان تطلع نسبة قلب اللوز مهم خدميها في دويرتك كما قلت لك طعا في شاكي تاكل و شاكي توكلي و شاكي توكلي و شاكي توكلي لعائلتك هذه وصفة اليوم حبيباتي قلب اللوز الأصلي 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 بدون زيادات أو نقصان بمقادير مضبوطة من المقادير يعني من المقادير تعال الوصفة للصينية يعني البلاتو إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وأكيد أكيد عزيزتي إذا شهيتك و إنكرا شهيك في الجنة إن شاء الله جربيها و خلينا أسفل فيديو تعليقات كل حلوة اللي راني ديما 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 نقرأ في تعليقاتكم يا أغلى وأغلى وأغلى ناس كسبتها في حياتي أقول لكم شكرا لتعليقاتكم و شكرا لتشجيعاتكم و شكرا لكل واحدة تدخلنا كل يوم تدخل واحدة جديدة نقول لكم القناة راه يتمشي وتكبر بكم يعني العائلة راه يتمشي وتكبر شوفوا الابنات بعد ما كسمتها بنينا بنينا ستطقوني ضوقها اللبسه بتاع لتشريها من المحلات و في الآخر ما قالي سنقول لكم في أمان الله سنونا فيديو جديد حلو والله مالح أو تدبيره أو روتين وبالخصوص الحلوية التقليدية في أمان الله السلام